هنروح ليه منتخبين؟ منتخب الكرة الطائرة رجال ومنتخب الكرة الطائرة سيدات اللي اتنين عندهم تصفيات الالعاب الافريقية اللي هتلاعب في غانا في شهر 3 ومصر حظيت بشرف استضافة هذه التصفيات المنطقة الخامسة اولا افريقيا متقسمة زونز كل زون انت بتصفي فيها احنا في الزون الخامسة او المنطقة الخامسة المنطقة الخامسة دي على فكرة مش في الطائرة بس قدم وسلة ويد وكل شيء هي بس بتتفاوت في الطائرة جمدين لان انت عندك كينيا بتلعب فيها السلة كنا زمان اما كنت انا بلعب كنا احنا يعني بنحلق لوحدين في سماء المنطقة الخامسة في كرة السلة دلوقتي لا دلوقتي نطيلك كينيا ونطيلك رواندا بقت في ريتين جمدين في المنطقة الخامسة يعني تصفيات المنطقة الخامسة بقت قوية فالنهاردة مصر اتحاد مصر كرة الطائرة استضاف تصفيتين المنطقة الخامسة ليه اللي بطولة العاب الأفريقية في غانا خلي بالكو مصر عندها بطولة العاب الأفريقية في غانا أنا لعبت بطولتين من دول تبقى منافسات شرسة جد تلعب كل الألعاب تبقى أولمبيات مصغرة وده احتكاج جيد جدا للعابتنا قبل بطولة باريس أو الدورة أولمبيا باريس عشرين وعشرين الفرق الفاصل خمس سنوات وعايز أقول لكم إن الألعاب الأفريقية في غانا هتبقى في بعض الألعاب هتكون هي مؤهلة لها هتكون يعني هي اللي استب أو الطريق إن أنت تتأهل لباريس فالنهاردة دي بطولة مهمة هي في العادي بتتعمل في الصيف طول عمرنا بنلعبها في الصيف ولكن غانا كان عندها مشاكل ومشاكل مش يعني سياسية أو حاجة لا مشاكل في الترتيب للبطولة استعدادات الملاعب وخلافه وهذا كان عندها مشاكل فالاتحاد طبعا أو الأنوكا أو الاتحاد طبعا المسؤول عن الجانب الأفريقية الأنوكا طبعا شاف إنه يأخر البطولة يخليها في شهر ثلاثة أنا أول مرة في حياتي تتعمل هذه البطولة في شهر ثلاثة أولا توقيتها صعب جدا كل الدوريات توقف سلة طايرة يد قدم كله بتهالي أتصور إنه كله هيوقف لأنه البطولة جاية في وقت بيشارك فيها على الأقل خمس ستة لاف لعيب رياضي أو لعب رياضي على مستوى القرى الأفريقية أنا لعبتها مرة في الجزائر وعبتها مرة في جنوب أفريقيا بتبقى يعني حاجة يعني ملتقى لكل اللعيب الأفرق وبنقعد في لجنة ألمبية في مدينة ألمبية بتبقى حاجة يعني جميلة جدا ولكن دي هتطول الموسم معنا شوالا على الأقل هتوقف كل الدنيا شهر شهر ونص طيب المنطقة الخمسة منتخبنا فيه سبعة من منتخب مصر للكرة الطائرة تم استدعائهم من النادي الأهل والرقم كبير أي والرقم كبير لأن فرقتنا فرقة تستحق أن يكون فيها سبعة طيب مين هم السبعة عبد الرحمن سعودي سنتر بلوك محمد عثمان عبد الرحمن الحسيني محمد عصران أحمد عزب حمزة الصافي سيف عابد أنا عايزة أقول حاجة أن حمزة الصافي متاخد منتخب مصر الكبير وهو ناشة فطبعا دي حاجة كويسة جدا سيف عابد القادم الجديد يعني في النادي الأهلي برضو تاخد فإذا النهاردة انت حتى عندك تعدد أجيال جوه المنتخب فما بالك بقى جوه النادي الأهلي هنا غاب طبعا عبد الله عبد السلام وغاب أحمد صلاح حط عليهم يعني الاثنين اللعيبة يستحقوا يكون مع منتخب دي صورة سيف عابد لعبنا لعب النادي الأهلي طيب البطولة دي هتكون قيمتها 26 ل28 يناير ثلاثة أيام ليه لأن الفرقة ما تبقاش كتير تلاقي هنجيب لكه طبعا أول ما يأكدوا حضوره وما تلاقي كينيا مثلا جاية أكيد كينيا هتيجي عندك مثلا ممكن يجي لك السودان جنوب السودان يعني هتشوف بقى مين اللي جاي يعني من الفرقة دي طبعا في السلة حدث ولا حرك بقى باشا انت عندك جنوب السودان ورواندا وكينيا يعني انت بقى تصفية المنطقة الخمسة دي بقت بتروت أفريقيا يعني في البسكت الله يكون فعونهم بصراحة في تصفية المنطقة الخمسة وده بيتاخد في الحسبان على فكرة في تحدي الأفريقيا انه بي ايه بي أهل طيب فرقتنا عامل ايه في الدولة فرقتنا مشا كويس لعبة في الدور التاني التمهيد التاني لعبة تلات مباريات لعبة مع قناة واسموحة وسبورتينج وفوزنا بيه احنا المتصدرين المجموعة ماشيين بخطة كويسة طبعا مستر فرناندو مونزو كان عندنا فيه من حوالي حلقتين تلاتة واتكلمنا معاه وشوفنا تخطيطه وزي بيعمل روتيشن وزي عايز ياخد من أفضل أفضل يعني مستوى من كل لعب عشان في الآخر ده يكون مصلحة الفريق نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر ونتمنى كل التوفيق الأكيد لفريقنا فريق النادي الآن